صباح الهنة وصباح الخير والرزق دايما يا رب على حضراتكم حلقة جديدة وعش الصبح في الأهلي نارضة حبون لوحدي بحضراتكم لأن نظراً لأن كريم عنده ظروف إن شاء الله يكون معانا مرة تانية بكرة بإذن الله خليني بس أنوه في البداية وأقول لحضراتكم أن نبدأ من الخبر ده طبعاً لأن لازم نحن نقول تاني البقاء لله طبعاً لكابتن محمود الخطيب ومبارح كان العزاء طبعاً ناس كتير 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 جداً كانت حضرة هذا العزاء وأسماء وشخصيات عامة ورياضيين وإعلاميين وناس من اللي بتحب كابتن بيبو عمت أنا عايز أقول لحضراتكم يعني مش بس الناس اللي تعرف كابتن بيبو على المستوى الشخصي اللي كانت موجودة وتقدم واجب العزاء لأن ناس كتير جداً كانت متواجدة مبارح وحرست أن هي يعني تؤذروا في المشكلة أو في الوفاء الأخيرة لي ده برضو ندل على شيء أكيد بيدل على الحب الشديد جداً لكابتن محمود الخطيب اللي احنا اتكلمنا عن النقطة دي مبارح بيبقى فيه كده كينات لها احترامها في كل أنحاء العالم بيبقى فيه أشخاص مهما كنت حتى يعني بتنتمي ليه حاجة مختلفة عنهم انت من بلد تانية انت من جنسية تانية بس الأشخاص دي بتكون مؤثرة جداً وأشخاص بتكون محترمة جداً فانت غصبة عنك حتى لو انت بتختلف معهم انت بتحترمهم وبتقدم لهم كل الدعم فيه الحلوة وفي المرة ده اللي احنا شفناه مع كابتن خطيب مبارح شخصية حقيقي محترمة أنا كان ليا طبعاً يعني السعادة والتقدير كله أن أنا قابلته كذا مرة شخصية بجد مهذبة جداً بيتعامل مع كل الناس بأدب بيدي لكل شخص قيمته فما كانش أو ما كناش متوقعين مشهد أقل من اللي حضراتكم شايفينه في العزاء للأسف الشديد برضو خليني أقول لحضراتكم لأن أنا مش عارفة يعني ده طبعاً كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى لكن طبعاً كان معانا خبر برضو أحزننا كلنا كأهلوية وأحزن كل الناس اللي برضو بتحب كابتن أمير توفيق طبعاً والده توفي برضو بالأمس وإحنا بنقدم له خالص التعازي الله يرحمه وإحنا عارفين قد إيه كان والده شخصية محترمة وقد إيه كمان كابتن أمير كان يعني متصل بي وعلاقته بي قريبة جداً يعني أكيد فيه ألم أكيد فيه وجع شديد جداً إحنا بنتأملنا أن يكون فيه قوة لكابتن أمير توفيق الفترة دي تحديداً ويصبروا على فقدانه لولده طبعاً حاجة أو من المواقف لأي إنسان بيمر بيها بتبقى من أصعب المواقف في الدنيا أنه هو يفقد أحد يعني أبائه الله يرحمه يا رب كان لازم أن إحنا نبدأ مع حضراتكو ونتكلم فيه النقطتين دول ونعزي برضو أنفسنا لأن طبعاً كلها برضو قامات كبيرة جداً في النادي الأهلي وحرجع أقول تاني اللي بيقدموا التعازي أو اللي قدموا التعازي واللي كانوا زعلانين مش بس من النادي الأهلي من المصريين ومن خارج كمان مصر ناس كتيرة جداً محترمة يعني زي مكتبوا لحضراتكو وقفة موقف سليم أو وقفة وقف حيادي أو وقفة وقف محترم مع الرموز اللي هي لها قيمة الرموز اللي هي مؤثرة بشكل إيجابي في أي مجتمع بتكون فيه زي كابتن محمود الخطيب وده شيء أعتقد كلنا عارفين خليني بقى أبدأ مع حضراتكو وأول أخبارنا أن احنا مبارح أعلننا أو قلنا عن القايمة اللي أعلنها فيتوريا وطبع المنتخب مصر وقلنا أن دي قايمة هتكون يعني مبدئية لأن لسه فيه كلام كتير أو لسه فيه قايمة هتكون نهائية إن شاء الله بعد لما ينتهي الزمالك وفيوتشر من المتشاط اللي وراهم لكن دلوقتي احنا بنتكلم أن فيه بعض الأسامي اللي انضمته لأسامي المحترفين اللي قدام حضراتكو 8 أسماء للمحترفين اللي انضموا ليه معسكر المنتخب بإذن الله كل التوفيق ليهم برضو أسماء كبيرة جدا نتمنى طبعا ده صعب أنه يحصل شوية لكن نتمنى يكون فيه برضو يعني نوع من اللعب الاحترافي مع المنتخب من قبل المحترفين بتوعنا في الخارج بيبقى أكيد فيه فرق كبير جدا لأن الظروف تبقى مختلفة تماما خلينا نقول مش مختلفة على حد كبير هي مختلفة تماما لكن برضو احنا حابين ان احنا نشوف اللعب الاحترافي اللي بيكون في الخارج اللي بيمتعنا كلها ما بتشوف كرة في البريميوم ليج أو أي دوري يعني أجنبي بتبقى بتستمتع بكل كرة بتبقى بتستمتع بجد وبتبقى مركز جدا عندنا الوضع يمكن مش مماثل لا زواب كتيرة بس على كل حال احنا دلوقتي بنتكلم في حملة إصلاح زي من حضراتكو عارفين لكن برضو فيه فرق كبير فنتمنى ان احنا نشوف اللعيبة بتاعتنا اللي مع الفرق بتاعتها وهي محترفة معهم بتلعب بشكل مختلف ان هي كمان تؤدي بشكل او بنفس الشكل مع المنتخب المصري وعلى فكرة ده شق كبير جدا هيقع على فيتوريا يعني فيتوريا هو هيكون عامل أساسي في ان هو يقدر ان يخلي ده يحصل عندنا او يحصل مع المنتخب لان اكيد شخص الواحده او لعب الواحده مش هيقدر يعمل حاجة لازم يكون فيه تيمورك لازم يكون فيه حد بيدير هذه المنظومة فنتمنى ان فيتوريا يكون ده لان الراجل جاي والى حد ما عنده فكرة الراجل جاي واول مرة نشوف حد بيقولك انا البروجرام بتاعي انا حمشي بالطرق دي انا عندي واحدين تلاتة اربعة في الاجندة بتاعي وفي نفس الوقت بيطبقها على الارض فانا من الناس ربما اللي هكون الى حد ما متحمسة لفتوريا او عندي امل ان فيتوريا فعلا يصنع شيء مختلف مع المنتخب باذن الله نروح بقى مع حضراتكم عندينا اخبار كتيرة جدا حلوة نروح لمنتخب شبات الطائرة اللي قدر ان هو يهزم تونس تلاتة واحد ويتوك كمان ببطولة افريقيا احنا تبعنا هذه البطولة منذ اول يوم لها او منذ انطلاقها كان تحديدا يوم 29 اغسطس اللي فات والنهاية كانت امبارح يعني يوم اربعة تسعة والحمد لله ان احنا بنتكلم النفوذ منتخب مصر يعني هو النتيجة او هو خلينا نقول كده الحاصد من هذه البطولة حاجة محترمة جدا قدروا ان هما يتغلبوا يعني ويسعدوا خلينا نقول حضراتكم كده كالمنتخب مصر في الاول نرجع شوي بالتاريخ فاز في نصف النهائي لو فاكرين على المغرب بعد كده صعدت تونس للنهائي بعد التغلب على منتخب الكاميرون وقدرنا بعد كده ان احنا نفوذ على تونس فمشوار اعتقد محترم جدا كمان من شبات الطايرة واحنا متابعينهم ويمكن تكلم معنا برضو تليفون للمدير الفني بيهم وقلنا له قد ايه احنا سعداء ان انت تلاقي رياضة يمكن ما كانتش واحد حقاها زمان وكمان من فئة البنات وفي نفس الوقت قدروا ان هما بيحققوا بطولات عظيمة جدا على فرق بالمناسبة تونس يعني في الطايرة لا تونس من الفرق التقيلة او من المنتخبات التقيلة جدا فانجاز رائع ولسه معنا انجازات تانية خليني اقول لحضراتكو كمان منتخب مصر ليه كرة اليد هنا شباب بقى برضو بس هم نتكلم في موليد 2004 برضو قدر ان هو يحجز مكانه بنهائي بطولة افريقيا في نسختها الـ 18 احنا منتكلم هنا للناشئين صدفتها رواندا برضو طبعتها انا وكريمة حضراتكو هنا كانت من 30 اغسطس طبعا يعني من كم يوم ليه يوم 7 سبتمبر ومش عايز اقول فاز انا هقول هنا اكتسح منتخب مصر يعني المنتخب البروندي بالنتيجة كان بقى يعني ممكن يبقى فيه فوز والسكور يبقى عادي بس الفوز هنا بسكور 66 ل22 فده لا يوجد طبعا حاجة كبيرة جدا ومنتخب رواندا ايضا كان عايز اقول لحضراتكو ان هو يعني عبر عن مواجهته المصر برضو في المباراة النهائيا ان هو من المباريات الصعبة او عفوا من المواجهات اللي كانت صعبة جدا فمبروك مرة تانية اعتقد برضو حاجة محترمة طيب رياضة اخرى خلينا نروح لها وهي رجال تانس الطولة وبردو الرياضة دي او يعني خليني يقول لحضراتكو هي عندنا ابطال فيها بجد محترمين جدا واسماء كبيرة جدا قدرت ان هي برضو تحقق اسم او ان هي تصنع تاريخ في هذه الرياضة منتكلم تانس الطولة اللي قدرت ان هو برضو يهزم ويصعد لنهاء البطولة الافريقية طبعا هي مقامة بالجزائر واحنا تابعناها برضو مع حضراتكو يعني الفترة اللي فاتت وكانت نتيجة يعني ثلاثة سفر اعتقد كان سكور برضو اعتبر كويس ان برضو منتخب القدف وار من المنتخبات التئيلة جدا شارك في البطولة عشر لعبين كانوا متأسمين خمس رجال وخمسة سيدات وكانت ضم مفروض تمن لعبين رجال وثمن سيدات ده كان وقت المعسكر اللي كان بيسبق يعني البطولة وبعد كده تم تجهزهم واكتسبوا اللاعبين كمان يعني لان كان فيه منهم صغار بعد الخبرات اللي كانت محترمة جدا اللي بعد كده على ارض الملعب اعتقد ان هي ترجمت يعني بالفوز واحد بيفرح والله هو بيقرأ يعني اخبار زي كده رياضات كمان مختلفة وابتدى يبقى فيها مش بس تسليط الدوق يعني او تسليط الاعلام الدوق عليها لا فكرة كمان بقى ليهم جماهير جماهير كتيرة جدا يعني بقول حضراتكو الطايرة تانس الطاولة كرة الياد كل دي رياضات يعني ممكن تكون اه رياضات جماعية وكل حاجة لكن ما كانتش واخدة هذا السيت اللي هو موجود دلوقتي كانتش واخدة هذه الجماهيرية اللي هي موجودة دلوقتي لا لو حضراتكو تشوفوا التفاعل مع كل فوز بيحققوا بجد منتخب مصر في اي رياضة هتلاقي ناس كتيرة جدا تحديدا برضو على تويتر لو دخلت هتلاقي ناس فرحانة جدا الناس فخورة انه بقى عندها مصريين وشباب مصريين وشبات مصريين بيقدروا ان هم يعني يحققوا حاجات او انجازات احنا زمان شويتين كده مكناش بنعرف عنها حاجة مكناش اصلا عارفين ان احنا نقدر نفوز في اي بطولة ولا نجيب اي حاجة كنا دايما نقول السكواش هو الرياضة الوحيدة اللي ها يعني بنجيب فيها بعض البطولات لكن لا احنا عندنا بطولات كتيرة جدا وعندنا منتخبات محترمة في رياضات مختلفة فبجد داشي اعتقد محترم لما تم التسليط او تسليط دوق الاعلام عليه اعتقد ده دورنا في الاول وفي الاخر طبعا طيب تعالوا نروح لمنتخب الكاراتي برضو دي من الاخبار الكويسة جدا معنا ومنتخب برضو الكاراتي ايدرن هو بيحرز هنا خمس ميديليات متنوعة بطولة هنا البريميوم ليج الدولية طيب المنتخب الوطني للكاراتي يعني عايز اقول لحضراتكم بجد بطولة البريميوم ليج الدولية دي بالمناسبة مصر هتستضفها يوم او في يناير عفوا في شهر يناير عشرين ثلاثة عشرين كانت النسخة اللي انا بكلم حضراتكم فيها في ازبريجان كانت الفترة من 28 اغسطس لخمسة سبتمبر الجاري والبعثة هناك بقى استطعت انها تحصد خمس ميديليات متنوعة بتتكلم بميداليتين ذهبيتين ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واسماء كتيرة جدا قدروا ان هم هناك يحققوا هذا الانجاز من ابطالنا يعني بجد ألف مبروك وتاني فكرة استضافة مصر لها في يناير بإذن الله الجاي ده اعتقد برضو مؤشر رائع جدا طيب الواحد ما عندوش فرصة يشرب بق حاجة والله يا اخبار ورا بعد على كل حال خليني اروح مع حضراتكم لان برضو المبادرة اللي جاية اسمها احنا سمعنا قبل كده من وزارة الشباب ورياضة واتكلمنا عنها الكذا سنة كمان لها مبادرة درقتك صحتك بس مش دي خلص المبادرة اللي انا هتكلم مع حضراتكم فيها دلوقتي اللي هتكلم فيها دلوقتي اسمها درقتك دخلك ايه بقى الفرق منها دي برضو اطلقتها وزارة الشباب ورياضة بس الفكرة فيها ان انا بقصت انا كوزارة شباب ورياضة بقصت العجلة دي للاشخاص مش علشان يمرسوا رياضة لا علشان درقتك دخلك علشان يقدروا انهم يستخدموها كناس او يشتغلوا في الدليفري يعني فيه تعاقد كان مع شركة طبعا شاقول اسم الشركة بين وزارة الشباب ورياضة وشركة تنماء يعني او شركة تنماء والشركة دي هي اللي بتوظف الناس دي او الشباب دول اللي بيشتروا هذه الدراجة وبعدين من خلال الدراجة دي يقدروا ان هما بقى يعيشوا يعني يفتحوا بيوت او غيره لان الدخل بتاعها برضو بيبقى يعني معقول كويس جدا والعجلة بيجيبوها ازاي العجلة بيجيبوها بالتقصيد وكمان اسعار بتكون مخفضة من قبل وزارة الشباب ورياضة على كل حال انا اديت لحضراتكو كده فكرة عامة سريعة لكن خلينا نشوف هذا التقرير عشان نعرف تفاصيل اكتر بزارة الشباب ورياضة ان احنا بنترح ده ايضا من خلال موقع الالكتروني بالشباب بيتيجي فبياخدوا الدراجة فري خالص وبنعملهم تدريب كمان عليها ازاي ان هو يعمل ديليفري وبقت مشروعه الشخصي وبنحط كمان اقل من 1000 جنيه او منتجات معاه وبيبدأ ان هو يعمل فكرة الدليفري من خلال العجلة اكيد ان شاء الله دي المرحلة التالتة اللي احنا بنوزع فيها اكيد هنتطور ده كمان لحاجة كهربائية في المستقبل لكن هي يعني بتلاقي اقبال شديد جدا من الشباب الحقيقة واصبح بقى خلاص يعني دراجتك بقى دخل ومشروع للشباب هو طبعا المشروع ده هدف منه مشروع دراجتك دخلك منبسق من مبادرة دراجتك صحتك اللي بتنفيذها وزارة الشباب والرادة بقادة معالي وزير الشباب والرادة الدكتور أشرف صبحي تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الهدف من مشروع دراجتك دخلك اللي مبسق من المبادرة الرئيسية لدراجتك صحتك انه يوفر 30 ألف فرصة عمل للشباب مجانا اقتناء دراجة مجانا يشتغل بها بضاعة بسيطة بهدف زيادة الدخل بتاعه احنا بدأنا بالقاهرة الكبرى القاهرة والجهزة والأليوبية وان شاء الله الدفعات التانية بإذن الله هننشمل كل محافظات مصر المشروع ده هو حضاري يعني متماشى مع السياسة العالمية اللي هي الانبعاث الحرار والمناخي والحاجات دي فأنا شايف ان ده مشروع صغير بيبدأ بالشاب وبيبدأ يكبر نفسه وزارة الشباب الرياضة وقفة جنبه ودعمه دعم كامل ايوان طبعا مبسوطة جدا ان انا خدت العجلة وان شاء الله انا هعمل مشروع انا اصلا برسم وبعمل منتجات فنية وكده فان شاء الله العجلة هتساعدني جدا في توصيل المنتجات بتاعتي للناس وكمان عندي فكرة تانية ان انا اعمل بيها مشروع تاني ان انا اوزع بيها الورد بجانب المنتج العجلة هتبقى فكرة كويسة جدا ان احنا نفتح بيها مشروع ورد ونبيعه في الشوارع كده وفكرة مشتخلضية انا شايف ان هو فيه مساواة كبيرة جدا بين البولاد ومنت داخل انا يبقى عندنا استقلال اكتر زود مساواة عندنا اكتر ادينا التحفيز اكتر ان احنا ننزل ولو عندنا اي مشروع لقب جدا ننفذ على الارض الواقع اولا احنا قدمنا على المبادرة حصل معنا مقابلات وحصل بعد كده تدريب على الدراجة الدراجة بتوفر للشباب كلها فرص دخل اللي ما عندهش فرص دخل واللي عنده مشاريع بتسهل عليه طرق تسويقها او طرق التوزيع بيها لو كان حد بيسوق منتجات على الانترنت وبيقدم خدمات توصيل يقدر ان هو يستخدم العجلة في التوصيل هتوفر له دخل هتوفر له ان الانتقالات اللي كان بيصرفها ان هو يستخدمها بالعجلة العجلة ممكن تفتح لناس كتير مشاريع اننا ممكن اشتغل بها في اماكن توصيل برضو حتى لو انا مش عندي مشروع في بعض الزومة ممكن يكون عندهم مشاريع توصيل برضو ممكن اوصل معاهم فالعجلة مفيدة لكل الشباب انها هتوسع الدخل عليهم وهتفيدهم بانهم يحسنوا الدخل بتاعهم كويس انا بحب جدا فكرة ان الواحد يسعى يعني مبادرة زي دي بغض النظر عن المبادرة دي تحديدا بس اي مبادرة موجودة بتساعد الشباب بجد دي مبادرة لازم نقول عليها مبادرة محترمة من اي جهة كانت يعني مش لازم حتى وزارة الشباب برياضة من اي جهة في مبادرة معمولة لخدمة الشباب هذا القطاع الكبير اللي هو مستقبل مصر بعد كده اعتقد دي حاجة بتكون محترمة جدا لان انت عندك شباب متخرج من جامعات وشباب حاصل على تعليم حتى متوسط بس للأسف الشديد وممكن يكون في منتصف يعني التلاتينات وقوائل التلاتينات ولسه مقدرش ان هو يبقى عنده دخل حتى ثابت ففي قصة اننا كدولة انا بدعم انا بحاول اننا اساعدك على قد مقدر انا بحاول ان ازللك بعض العقبات اعتقد دي حاجة محترمة وفي نفس الوقت على الصعيد التاني الانسان اللي مش انهزامي الشاب اللي مش انهزامي نشوف حضراتكو اكيد في حياتنا كلين بعض الاشخاص اللي هو الانهزامية اللي هي انا حعمل ايه ولا ايه ما انا اصطنا امكانياتي كده اصلا 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 طول ما احنا في الدنيا احنا لازم نحارب احنا لازم نحاول ونشوف نفسنا احسن ناس حيبقى في صعوبات حيبقى في ناس بتحاربنا حيبقى في ناس مش عايزك توصل لأي حاجة بس انت لازم تصر ولازم تثق انت مين هي ده او هو ده اللي انا عرفه فشباب زي الورد زي ما حضراتكو شفتوا بجد ما صدق ان عنده حاجة زي كده قالك انا ممكن استخدم العجلة في ديليفري انا ممكن استخدم العجلة اعمل مشروع ورد كل دي حاجات تحترم وانا بطلب من حضراتكو وبطلب من نفسي قبل اي حد ان احنا لما نلاقي شباب زي ده نحاول ان احنا نساعد يعني بدلا ما اروح لمحل فاهر جدا وفاخر جدا مثلا بتاع ورد لو لقيت حد كده على عاجل اعمل مشروع صغير شاب او شاب اساعده اشتري منه هو فنقدر ان احنا نساعد بعض الدنيا تمشي فشيء محترم جدا وتحية للشباب اللي عايز ينجح اللي عنده اسرار اللي عنده قرامة اللي عايز يحقق حاجة في حياته بقى الامكانيات مين عارف ممكن يبقى ده بعد كده او تبقى بيزنس من او بيزنس وومن وحاجة محترمة جدا مفيش مستحيل مفيش مستحيل في الدنيا بجد بس المهم ان الواحد يسعى ويسر على ده فبصراحة حاجة تحترم حق يقال خليه كل حال هنروح فاصل ونرجع نكام خليه بس عشان فيه ناس بتبعت فيه الفواصل بقى حبه رد يعني بحب اتابع الناس بتبعت ايه وبحب ارد كان الناس بتسأل هو انتو ليه بطلتوا تجيبوا فقرة التغذية اللي هي خاصة بالسمنة يعني احنا ما بطلناش خلاص وقريبا كل اسبوع معنا فقرتين او ثلاثة حضرتك ممكن تكون مش متابع بس على كل حال احنا معنا فقرة النهاردة هتكون معنا دكتور ريام الحياوي وهلتكلم عن ازاي الواحد برضو ممكن يخس السمنة وافضل الطرق ليه علاج السمنة لان انا مقدرش ارجع بسرعة المشكلة ان انا لما اخي السبارين ارجع بسرعة تاني في الوزن دي اعتقد اكتر حاجة بتجيب بقى صدمة او بتجيب اكتئاب يعني اكتر من لما اصلا الواحد وزنه بيكون مليان فعلى كل حال هي الفقرة معنا النهاردة لحضرتك حباب انك تتابعها هتكون معنا النهاردة هيا بقى نروح دلوقتي لمقار نادي الاهلي بي الجزيرة ومرسلتنا منا المنيسي عشان زي ما احنا متعاوزين نتعرف على اخر المستجدات الخاصة بالنادي الاهلي والفرق المختلفة يا منا مجرور صباح الخير يا صباح الخير عليك يا نهاردة صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان يوم جديد من عشر الصبح في الاهلي واخبار رياضية اهلوية كمان جديدة من المقار الرئيسي للنادي الاهلي بين الجزيرة نهوان ده خلينا اقولك درجة الحرارة دلوقتي من داخل النادي 35 درجة بس الجو يمكن حر شوية عن الايام اللي فاتت ولكن في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي متواجد النهاردة في الساعات الاولى من صباح اليوم علشان يستمتعوا بوقتهم في النادي يعني يمكن جو حر ويمكن الهوى واقف شوية مش زي الايام اللي فاتت كان الجو اتحسن شوية الفترة اللي فاتت بس رحست ان فيه يعني فيه عدد كبير من اعضاء النادي خاصة عند دخولي من البوابة الرئيسية لصباح اليوم خلينا بقى نبدأ معاكي او ابدأ معاكي بأخبار النهاردة اخبار النادي الاهلي كل فرق الرياضية المختلفة والبداية بالفريق الاول لكرة السلة سيدات مبارح كنت في النادي ويمكن كان فيه مباراة ودية دي المباراة التالتة الجزيرة على صالة الشهداء هنا بمقار النادي الاهلي بالجزيرة وانتهت لصالح فتيات او سيدات كرة السلة بفارق 23 نقطة وكانت المباراة شهدت تقلق كبير من سيدات كرة السلة يعني يمكن كابتن طاري خيري كنت بتكلم معاكي وكان بيقول انه الفترة اللي جاية هيستمروا في تدريباتهم بشكل طبيعي جدا حتى يوم السبت القادم يوم السبت ان شاء الله هيدخلوا في معسكر في مدينة اسكندرية كان هو حيران بين تونس او اسكندرية ان هم يدخلوا معسكر لمدة تقريبا اسبوع ولكن في الآخر استقر على مدينة اسكندرية علشان كمان في خلال هذه الفترة يلعب كذا مباراودية مع نادي سموحة ومع نادي الاتحادي ممكن كمان ممكن يبقى يعني مطشين هنا ومطشين هنا علشان يستعدوا بشكل قوي للموسم الجديد الموسم الجديد هيبدأ بشكل رسمي يوم 21 سبتمبر للنازل أهلي المباراة هتبقى ضمن بطولة منطقة القاهرة مع البنك او مع مدينة نصر عفوا على صالة الشهادة الساعة 6 مساءنا ان شاء الله وبعدها على طول هتبتدي المباراة او البطولة التانية بطولة دوري المرتبط وهتنطلق يوم 8 اكتوبر المقبل ان شاء الله يعني يمكن مباراة موجودة في النادي كانت وصل بالفعل خلاص محترفة الفريق المحترفة الأمريكية جامي نارد هي كانت بتلعب في الدوري الميوزلندي وخدت احسن او افضل لعبة في البطولة كان عندها حماس كبير ممكن كنت بتتكلم معاها كانت تقول ان هي مبسوطة جدا ان هي موجودة هنا في النادي الاهلي ومتحمسة جدا ان هي ان شاء الله الموسم ده تحقق كل بطولات الموسم مع النادي كمان يعني نهارده يمكن الكشف الطبي للعبة من بعدها على طول هتبدأ معاهم في التدريبات بشكل طبيعي وكمان هتدخل معاهم المعسكر يوم السبت اللي جاي وانا بتكلم مع كابتن طارق خيري كمان كان بيأكد لي ان هو حريص جدا او دي طريقته في اللعب او تماما ويقدر ان هو يكون معايا بشكل قوي ويقدر ينافس مفيش فرق بين اللعب الكبير واللعب الصغير علشان كده كان حريص انه لعبة النادي الاهلي اللي كانت معارة لنادي الشمس حبيبة حسن ترجع لمدة اربع مواسم وتنضم للصفوف سيدات كرة السلة كمان صعد من تحت 18 سنة فريق 18 سنة اللعبتين نرمين ايمن ويج عيدة خالد ونتمنى لهم كل التوفيب اتمنى شخصيا لكابتن طريق خيري كل التوفيب الفترة اللي جاي منتخب مصري لشباب كرة اليد مبارح تأهل الى النهائي الافريقي بعد اكتساح برونزي بنتيجة 66 22 ضمن اطار نصف نهائي بطولة افريقيا برواندا يعني كمان منتخب مصر لكرة الطائرة انسات تحت 21 سنة تم تتوجهم امس باللقب الافريقي على حساب تونس في المباراة النهائية اللي جمعت بين الفريقين في تونس واللي انتهت بنتيجة 3 واحد لصالح منتخب مصر المنتخب كان بيضم لعبات النادي الاهلي نور ايهاب ومريم ثابت وكمان مي غزال اللي خادت احسن او افضل لعبة في البطولة ومي كان تم تصاعدها لفريق الاول في النادي الاهلي الموسم اللي فات كمان اخر لعبة كانت موجودة سلمة يوسف واخدت افضل سنتر بلوك في البطولة وكمان تم تصاعدها للموسم ده مع فتيات الزهب في النادي الاهلي اما تينس الطولة بقى منتخب تينس الطولة رجال امس تم تأهلهم للمباراة النهائية من بطولة افريقيا بعد الفوز على منتخب كودفور بنتيجة 3-0 ضمن اطار نصف النهائية ومباراة نصف النهائية وبيضم المنتخب الرباعي الاهلاوي عمر عصر ومحمد البيالي خالد عصر ومحمد عادل شمان كمان سيدات تينس الطولة ومنتخب مصر تم تأهلهم امس الى نهائي بطولة افريقيا بعد الفوز على صاحب الارض المنتخب الجزائري بنتيجة 3-0 عشان يواجهوا في النهائي تونس بإذن الله باتمندهم كل التوفيق موجود في منتخب مصر لتينس الطولة سيدات سلاسي الاميرات الاهلاوية دينا مشرف هانا جودة وقلاء يحيى بنتمندهم كل التوفيق سوفقف المباراة النهائية لرجال تينس الطولة أنا بشكرك جدا على التغطية الأكتر من رأيها فعلا يا منا ولو أن أنت قلت الجو حر ولسه كنا بنقول لدرجة حرارة 33 يعني مفروض أنها تكون أفضل من الأيام السابيع اللي فاتت يعني هايبان بقى مش حرص نحن ننزل بدري ونحن ننزل بدري جدا فالساعات الأولى من النهار دي ما نقدرش برضو نحكم عليها وسأنا حسيت أن الجو كويس الصبح بدري على كل حال خلينا ننتقل بقى مع حضراتك ونقرأ الأخبار والمواقع والصحف العالمية والمحلية المختلفة هنروح تحديدا مع زملتنا مريم ساميح والبوابة نيوز يا مريم بونجور سواح الخير وقال لنا موضوع الجو ده رأيك ايه فيه حر ولا برد وده رقم واحد رقم اثنين طبعا فيه منشتات معاكي مهمة جدا يمكن أول خبر تتكلم أو بيتكلم المنشات عن ميدو وانتقاده لاتحاد الكرة بسبب محمود الجهري كابتر محمود الجهري طبعا خلينا نعرف منك تفاصيل أكتر والخبر بده الآخر اللي شد ولفت انتباهي بشكل كبير فكرة هنا محمد صلاح والحديث مؤخرا عن أداء محمد صلاح والمباراة كمان الأخيرة اللي كانت أمام أفرتون اللي البعض انتقت فيها أداء محمد صلاح خلينا نتطمن أو نعرف تفاصيل أكتر منك تفضلي صبح عليك يا نهواند وصبح لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان خليني بس في البداية أقولك بالنسبة للجو أكيد أنا وانت مش هنتفق بالنسبة له لأن أنا بشوف أن دلوقت الجو يعني مش حر ولكن الحقيقة أن فعلا خلاص يعني درجة الحرارة بدأت في الانخفاض تدرجين لأن خلاص يعني يمكن مع دخول شهر سبتمبر كان بيعلن انتهاء فصل الصيف رسميا فالحمد الله أن الجو بدأ يتحسن وخلاص يعني الأمور بقت مستقرة والحمد الله ما بقاش الجو حر زي الأول خلينا بقى ننتقل لجولتنا الصحفية النهاردة وجميع العنوين الصادرة صباح اليوم قال لتنين وهي المواضيع الهم الحقيقة للغاية اللي أنت ذكرتها يكون معانا عدة عنوين كمان أخرى ولكن خلينا نبدأ بالعنوان اللي أنت تطرقتله بمناسبة انتقاد طبعا النجمة أحمد حسام ميدو نجمة منتخب مصر لفكرة تجاهل اتحاد الكرة لطبعا إحياء ذكرى الأسطورة محمود الجهري وكان العنوان الأول من البوابة سبورت ميدو ينتقد اتحاد الكرة بسبب محمود الجهري زي ما احنا قلنا انتقد طبعا أو شن هجوم كبير جدا النجمة أحمد حسام ميدو على اتحاد الكرة المصري بسبب تجاهل أو عدم ذكر أو إحياء ذكرى طبعا الأسطورة محمود الجهري مدرب منتخب مصر الأسبق وهو شايف أنه هو أكثر مدرب أعطى للمنتخب المصري وطبعا كان الجيل الذهبي في هذا التوقيت وطبعا محمود الجهري يعني لا يخفل عن الجميع وشايف أو قال أو أوجه رسالة في تصراحات تلفزيونية هامة جدا شايف أنه ايه الرسالة اللي يعني قصدها اتحاد الكرة خلف هذا التجاهل الكبير خاصة أن بعض الأندية الكبرى اهتمت جدا بإحياء هذه الذكرى لأن طبعا زي ما احنا قلنا محمود الجهري قام وقيمة كبيرة جدا في عالم كرة القدم وتحديدا المنتخب المصري وده اللي كان شايف وميده بشكل كبير وشايف كمان أنه يعني ذي رسالة سلبية جدا بالنسبة ل اتحاد الكرة المصري أنه هو يتجاهل مثل هذه الذكرى وكمان شايف أنه من المفروض أن احنا نحي هذه الذكرى خاصة أن يعني الشباب الصغيرة أو الأجيال الجديدة محتاجة أن هي تعرف أكتر عن الكابتن أو الأسطورة محمود الجهري بشكل أكبر وطبعا يعني ختم كلامه أن ده كان أمر حزين جدا بالنسبة لي أنه يتم التجاهل بهذا الشكل هذه الذكرى الهامة جدا لواحد من أساطير كرة القدم المصرية طبعا تاني عنوان معانا من صدى البلد الدوري المغربي رجاء يتعادل مع أولمبيك أسفي بهدفين لكل منهما تعادل فريقة الرجاء وأولمبيك أسفي بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى من الدوري المغربي وده طبعا في المباراة التي وقيمت أمس الأحد طبعا سجل هدف هدفي الرجاء محمد النهيري من ضربة جزاء في الديئة 33 أما بالنسبة له الهدف الثاني سجله جمال حركاص في الديئة 48 أما بالنسبة لنادي أولمبيك أسفي سجل هدفي الفريق يونس النجاري في الديئة 8 وعبدالله الزيارة في الديئة 21 وبهذه النتيجة طبعا يسجل كل فريق النقطة الأولى في رصدهم في الجولة الأولى من عمر المباراة من موقع كورا مدرب الأفريقي أردنا التأهل قبل رقلات الجزاء فدفعنا الثمن طبعا تحصر أو يعني عبر عن أسف الشديد براتران مارشان المدير الفاني للنادي الأفريقي على الضياء التأهل لنهاء كأس تونس بعد الهزيمة في وقت قاتل أمام الصفاقسي بنتيجة 2-1 وقال مارشان في مؤتمر صحفي طبعا عقب المباراة مررنا اليوم بسيناريو سيء لأننا قدمنا مستوى طيب وكنا الأفضل في الشوت الثاني وسجلنا هدف التقدم براكلة جزاء كما أتيحت طبعا يعني فرص لمضاعفة النتيجة ولكن ده لم يتحقق وأضاف في الوقت الذي كنا فيه الأفضل قبلنا هدف التعادل بطريقة ساذجة وكان بالإمكان تفادي الخسارة وطبعا يعني قال أنه من الصعب جدا تقبل هذه النتيجة أو تقبل هذه لديمة حقيقة كان السيناريو حزينا لمباراة اليوم طبعا بالنسبة لخبر صلاح يعني هوند اللي انت ذكرته في الأول أكيد من موقع يلا كورة أوين منتقدا صلاح لم يظهر أمام أفرتن ولا أعلم إذا كان سيستمر بنفس الأداء لنهاية الموسم أكد مايكل أوين لاعب ليفر بول السابق على تدابد أداء محمد صلاح لاعب الراتس طبعا منذ بداية الدوري الإنجليزي وتعادل ليفر بول مع أفرتن في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي ولم يظهر صلاح بالتقلق المعتاد عليه حتى الآن منذ بداية الدوري الإنجليزي وقال أون محمد صلاح لم يكن متواجد في مباراة أفرتن وأنه هو ذكر ده قبل المباراة كمان قال أنه احتمال كبير جدا يكون صلاح ما يظهرش بشكل جيد أو بالشكل المعتاد عليه أو التقلق اللي هو اعتاد عليه في مباراة أفرتن في تصريحات هامة جدا لبعض طبعا الصحفة الإنجليزية أنه شايف أن كمان صلاح لم يظهر آخر ثلاث مباراة ومش بس في مباراة أفرتن وهو شايف أن أداءه الحقيقة متذبذب للغاية كمان قال يعني أو يعني يمكن طرح تساؤل هام جدا هل صلاح هيستمر في هذا الأداء حتى نهاية الموسم ولا ممكن أنه هو يرجع عن هذا الطريق وطبعا يعود لتقلقه المعتاد واللي كمان تعود عليه جمهور ليفر بول بشكل كبير جدا لأن طبعا محمد صلاح بيمثل عمود هام جدا في الفريق وأحقق معهم بطولات كبيرة وطبعا كتيرة جدا كمان أكمل يمكن طرح تساؤل آخر هل تواجد نونيز لتأثير كبير على محمد صلاح أو على أداء محمد صلاح ولكن هو شايف أنه أو يعني يمكن رد كمان على التساؤل اللي هو طرحه أنه شايف أنه نونيز ملوش علاقة بتذبذب يعني مظهر صلاح أو أداء محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة خاصة أنه كمان مع غياب نونيز بسبب الإيقاف كان برضو أداء محمد صلاح مش بالشكل المعتاد عليه أخيرا من اليوم السابع لويس وارز يسجل هدفا خرفيا في كلاسيكو أورو جوي يسجل النجم لويس وارز لعب فريق ناسونال هدف رائع في مرمى فريق بانيارول خلال مباراة الكلاسيكو واللي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد الحقيقة يعني أنه كان الجمهور وشايفين ده كلاسيكو كبير جدا وكمان يعني يمكن جمهور الفريقين كان متواجد في الشوارع أول أمس كان بيسأل الجماهير شايفين مين اللي ممكن يكسب ناسونال ولا بانيارول وكمان كانت يعني يمكن القراء كانت غالبيتها أنه ناسونال هو اللي هيحقق الفوز وده اللي تحقق بالفعل خلال مباراة أمس ويعني دي كانت ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الختمية من دوري أورو جوي وأحرى سوارز هدف ناسونال الثاني في الدقيقة 53 من زمن اللقاء وطبعا يعني اللي حسمه ناسونال بنتيجة 3-1 على حساب بانيارول وتصدر فريق ناسونال ترتيب الجولة الختمية من دوري أورو جوي برسيد 15 نقطة وكان طبعا لويس سوارز قد عاد لصفوف فريق ناسونال خلال الصيف الحالي بعد نهاية عقده مع ندي السابق فريق طبعا أتلاتكو مدريد الإسباني طبعا دي كانت كل عنواننا الصادرة صباح اليوم الاثنين في جولتنا الصحفية من برنامج عشر الصبح في الأهلي بشكرك جدا أنا هوند الكلمة ليكي مرة أخر أنا اللي بشكرك على أهل تغطية الرائعة كالمعتاد يعني يا مريم سميح من مرسلتنا أو من مرسلتنا في قناة الأهلي المتميزين فعلا طيب خلينا بقى نعمل مع حضراتكو فاضر خبرين لهذه الفقرة والفقرة الأولى طبعا قبل ما نستضيف بقى ديوفنا وبالمناسبة احنا عندنا أول فقرة حوارية هنتكلم فيها عن الكيك بوكسنج لأن عندنا يعني باع كبير جدا في هذه الرياضة ولسه فايزين من كام يوم ببطولة فحاجة خلييني أقول لحضراتكو لأ تفاصيل أكيد هتهم الناس كتير من اللي بتحب رياضة الكيك بوكسنج عندنا أبطال وعندنا كمان اهتمام كبير جدا مؤخرا تاني هرجع أقول برياضات يمكن ما كناش بنسمع عنها زمان أو ما بنسمعش أن احنا حمحققين فيها يعني أي إنجازات أصلا على كل حال خلينا نروح للخبر الأولاني اللي معنا أو اللي قبل الأخير وهو فكرة هنا بقى إيه إحنا طلعنا مش لوحدنا عندنا أزمة مع الفار لا لأسف الشديد كمان رابطة الدوري الإنجليزي اتكلمت أو عبرت قد إيه هي مستائة من فكرة هنا برضو الأخطاء التحكيمية أو أخطاء استخدام الفار في المباريات وده اللي كشفته تقارير كانت صحفية وقالت كده تحديدا يعني خليني أقول حضركم صحيفة التايمز تحديدا الإنجليزية قالت رابطة الـ Premium League ستراجع آلية تشغيل تقنية الفيديو وإن لجنة التحكيم أقرت أن تدخلات تقنية الفيديو بإلغاء هنا كان بيكلموا على incident أو حدث بعينه يعني أهداف وست هام ضد تشيلسي ونيو كاسل ضد كريستل بالاس كانت خاطئة ففي أخطاء تحكيمية آه في أخطاء تحكيمية في العالم كله في عدم استخدام أو أخطاء في استخدام هذه التقنية اللي هي اسمها الفار آه في أخطاء في العالم كله لكن طبعا الفكرة هنا أننا مش مندهشين علشان هم عندهم برضو مشاكل في الفار أو في التحكيم لا إحنا الفرق يعني الفرق فيه كم الأخطاء أو كم المشاكل اللي من وراء استخدام يعني تقنية الفار طبعا اللي لا تقارن يعني لو هنتكلم عن بريميوم ليج مثلا أو رابطة الدولة الإنجليزية الأخطاء فيها لا تقارن بالأخطاء اللي بتحصل عندنا فأكيد فيه فرق كبير ولكن رغم كل ده الموضوع هناك ما بيعديش كده يعني مش ممكن مثلا يحصل أزمة ما ويؤثر على نتيجة في مطش ما أو في مسابقة ما وبعدين يعدوها عادي الكلام ده ما بيحصلش وغير مقبول أصلا ففي مشكلة حصلت في وقفة هتحصل في تساؤلات وبعد كده بعد التساؤلات أو التحقيقات هيحصل نتيجة فحق برضو النوادي اللي تضررت يعني زي ما كنا منتكلم أيام النادي الأهلي أنا حصل عندي ضرر كبير جدا من أخطاء تحكمية بالكيلو بقى لو هنتسميها كده للأسف الشديد بتؤثر على النتيجة وبتؤثر على إحرازي ليه البطولات وتاريخ إحرازي ليه البطولات فكان من حق النادي الأهلي جدا وأنه يعترض أنه يبقى عنده علامات استفهام أنه يتخذ أي إجراءات كمان على الأرض وإحنا في الأول وفي الآخر بنهر إجراءاتنا بشكل قانوني وبشكل محترم لأنه نلجأ لأمور أخرى وده اللي عمله النادي الأهلي فواضح أنه كمان في نوادي أخرى فيه منكلمنا تحديدا بريميوم ليج يعني الانسيدنت اللي معانا عندهم نفس المشكلة فده أو دي المعلومات لحد دلوقتي إيه اللي حيحصل بعد كده أكيد هنتابع مع حضراتكم بس ربما يحصل نتيجة وربما الماتشات تتعاد محدش عارف إيه اللي حيحصل خلينا نروح بقى مع الخبر الأخير وماتش سريع جدا كانت من الماتشات مبارح طبعا منشستر يونيتد وآرسنال الماتش كان حلو زي ما كنت بقول لحضراتكم الواحد بيستمتع وهو بيتفرج على الماتشات وتحديدا كمان في البريميوم ليج ودوري الإنجليزي الممتع فعلا دوري الإنجليزي الممتع ليه بقى لأن كان أول حاجة منشستر يونيتد كان أحرز هدف بعد كده سرعان ما جي بعد كده أرسنال وأحرز هدف التعادل طيب الأمل رجع تاني للمباراة كان التشجيع يعني لو حضراتكم تابعته أو منكم من تابع المباراة يعني كان تشجيع غير عادي من قبل الفريقين بعد كده مش هنقول للأسف للأسف لو حد بيحب أرسنال يعني بس أنا أكيد بحب منشستر أكتر قدر منشستر أن هو يحرز الهدف التاني وبعد كده الهدف التالت بس بجد في المجمل كانت مباراة أكثر من رائعة أنا تفرقت على جزء منها يعني على كل حال كده بالخبر ده الفقرة الأولى خلصت هنروح بقى فاصل وأرجع مع حضراتكم عشان نستقبل أول ضيف لينا وتاني حرجع أقول هنتكلم عن الكيك بوكسنج ورياضة بروميسين جدا في الفترة اللي جاية وبحققين قرية دي إحنا فيه كمان الفترة اللي فاتت إنجازات رائعة جدا خليكم معينا عشان تسمعوا براحب مع حضراتكم زي ما انتوا عارفين في عشر صبح في الأهلي إحنا ما فيش رياضة يعني ما بنهتمش بها كل الرياضات المصرية بنهتم بها كل الاتحادات كل المنتخبات وكل الأبطال اللي بيشرفونا في محافل دولية أو حتى أكيد محليا الكيك بوكسنج من الرياضات اللي اتكلمنا عنها قبل كده واستضفناها بس من سنة كلمنا وقلنا إيه بالزبط الكيك بوكسنج ودخل مصر إمتى وإمتى تم إشهار الاتحاد والكلام ده كله وكمان قلنا إيه البطولات اللي جاية وكان ضفنا وقتها طبعا اللي منوارنا النهاردة قال لنا لا أنتم تستنوا بقى الفترة اللي جاي حبقى فيه بطولات كتيرة جدا وأوعيتكم أننا هنحقق يعني رانكينج تاني خالص طبعا يليق بمصر كابتن محمد سبيح رئيس الاتحاد المصري اللي كيك بوكسنج منوارنا مرة كمان بس بعد غيب عشانا كتير قوي برضو يا كابتن بس على كل حال جايلنا وفي نفس الوقت جايب لنا أخبار حلوة ويفوز ببطولة يعني منوارنا في البداية صباح الفل صباح الورد وشكرا على المقدمة الجميلة دي لا بجد حقيقة سعيد أننا موجود مع حياتك في القناة الأهلي وإن شاء الله دايما الكيك بوكسن في تقدم ودايما موجودين معاكم بلزا قلينا عشان برضو نفكر الناس الكيك بوكسنج رياضة قديمة ما هيش جديدة في مصر لكن الاتحاد بقى له ثلاث سنين مع إشار الاتحاد أو تأسيس الاتحاد أعتقد الموضوع بقى فارق بشكل كبير لأن كمان أصبح هناك أبطال أو عداد كبيرة أو أكبر من الأول بتشارك وبتمارس هذه الرياضة كمان على المستوى الاحترافي فخلينا نعرف منك بس قد إيه فرق وعددنا قد إيه دلوقتي يعني ده عشان بس الناس تبقى على دراي إحنا أنشئ الاتحاد في 28 و 21 و 20 لم يكتابل ثلاث سنين بعد يعني ما كملش عمره ثلاث سنين بعد كان زمان كنا لجنة في اتحادات أخرى كانت الأنشطة بتاعتنا لما بنعمل بطولة فيها ثلاثمائة ربعونة لعب بنقول ده إنجاز بالوقتي إحنا بنعمل بطولاتنا تصل لعشر تلاف لاعب في بطولة واحدة مش بكلم حياتك في بطولات مختلفة في بطولة واحدة بنصل للاعداد دي إحنا جاي من إسكندرية كنا بنعمل بطولة في القطاع الشمالي إحنا بدأنا نقسم مصر القطاعات ونقسمها مناطق أقول الحرارات بعد كده في القطاع الشمالي تقريبا 1500 لاعب من 1500 لاعب بقى في اللاعب بيشارك في الحدث الناس متفجأة بيكمل أقبالي الكبير على رياضة الكيكبوكسنج الكيكبوكسنج في مصر انتشر بشكل كبير في الفترات الفاتت حاجز أقولك تقريبا في كل نادي كل مركز شباب في مصر بقى في موجود كيكبوكسنج الحمد لله قدرنا بقى نعمل خطة عمل تساعدنا في الانتشار قسمنا مصر بدأنا نعمل بس بطولات على مستوى الدولة يعني بطولات الجمهورية الاندية كلها تتعمل في القاهرة بدأنا نطلع برا القاهرة وعملنا المناطق وعملنا بطولات المناطق وبدأ بطولات مناطق نعمل بطولات جمهورية المناطق فكرة الجديدة القطاعات قسمنا الجمهورية عن القطاعات وبادأنا عمل بتلات قطاعات ويسأل معها ببطلا القطاعات. ويعلنا للناس أن الكاهي، ان أراد الطريق المنتخب للمختence العظيم. الخط الأول م coercودة الجمهورية الأحدية، الخط الثاني بطلاتهم جمهورية المناطق. الخط الثالث scienceivers Isa account terms. كل قطاع يألعب ويأليل بطل أن يألعبهم بعضا. يطلع بطل القطاعات. لما أقول أنه يدي الفرصة للشعب كل اللاعبة اللي تحب كي بوكسنج في مصر. لطريق واضح قدام الناس ازاي تبقى لعب منتخب قومي. من خلال الطرق اللي أنا قلتها لحواراتك ديت. فبقيت المنافسة أكبر. نخش بطولة الجمهورية الأندية والولاد بتحاول. يطلع علينا بطل جديد في بطولة جمهورية المناطق. يطلع علينا بطل جديد في بطولة جمهورية القطاعات. المنافسة جوال منتخب أكبر. ده اللي هيدينا فرصة إن شاء الله في الفترة اللي جاية. خصوصا اللي لعبتنا بقت اللعبة أولمبيية إن شاء الله عشرين وعشرين. ودي نقطة اللي لازم نتكلم فيها إن شاء الله. خبر كويس جدا. بإذن الله طبعا. هيا عشرين تمانية وعشرين. هتبقى فين روسيا ولا فين الأولمبياد أنا مش فكر. مش فكر والله. يعني باريس اللي جاية خلينا نشوف. تمام. أنا الأمر بالنسبالي ولادي. وتجهيزاتهم بشكل جيد. اللي يخلينا إن شاء الله نرفع راس بلدنا عاليا. ونعمل النتائج اللي استحقها بلدنا. طبعا. إحنا على مستوى المنتخبات القومية قدرنا. عندنا كذا خط يطلع منه الأبطال. منتخباتنا القومية تباعا بدأت تتجمع. يعني إحنا عملنا منتخب العموم وعمل إنجازات. وأهمها إنجازة النهاردة. أحب لتكلم عن بطولة أفريقيا للكيك بوكسنج. إحنا نلعبنا السنة لفاتت كاس أفريقيا. وقالونا إن كان الدولة الكبيرة ما كانت موجودة. إحنا جبنا أول كاس أفريقيا السنة لفاتت. وساعتها كان. وبطولة أفريقيا للكيكاة الشهر اللي فاتت. الله عليك. الفرق من دي ودي إن إحنا السنة لفاتت لما لعبنا. قالونا إن معظم الدول عشان كورونا ما كانت مشاركة. ومصر جات لها فرصة إنها تكسب. كسبنا بالبركة. بالبركة. استنادي بقى. قلونا بقى. في وسط الكبار. في وسط كل الأبطال العالميني اللي من أفريقيا. المحترفين والهواء. الناس العناصر اللي ليها اسم في العالم. كدول وكلعبين. قدرنا في المنافسة بتاعتنا بعشر لعبين. إن إحنا نحقق إنجاز. إن شاء الله إن شاء الله يبقى اللي جاي أحسن منه. بس إنجاز كبير. عايز أقول حياتك إن أنا. في أفريقيا بيتأهل ست لعبين للورلد جيمز. مصرة أهل منها في الإفنت ده. تلاتة منهم. حاجة تشرف. وجميل بقى إن فيهم اتنين بنات. في الإفنت ده. دي على فكرة حاجة بالشب. ده العاية. خلاص بقى. والله بقى عاية. ده العاية. عايزين الرجال بقى. يعني هم اللي ينفسونا بقى. يعني. عاية أقول لك أربع مليليات دهب. اللي حيبة إسراء. 48 كيلو. سفرت معنا في بطولة العرب جابت أول. سفرت بطولة كاس العالم. اللي جابت الثاني. سفرت بطولة أفريقيا دي. في التأهيل. أول إكرام. أول عرب. سفرت معنا في أفريقيا. عملت. وسفرت كاس أفريقيا. وبتعمل بالوزن يا كابتن محمد. بالوزن طبعا. إكرام 65 كيلو. عملت حاجة تشرف. عملت سيمفونية تشرف. كانت بتضرب. كانت بتلاعب الأبطال. وبتشيلهم بالطريق. اللاعب عبدالله مندو. اتعمل له خط التجهيز. في ماتش احترافي. في ماتش احترافي. كتأهيل للبطولة الأفريقية. في البطولة الأفريقية. لقينا الموازين اللي فيها تأهيل. مش ميزانه. ميزان أعلى. واحد وطمين كيلو. صعدنا. كان هو وزميلي. ميزان ده لي كصة كبيرة. احنا كان عندنا في الميزان ده بطل ثالث. عايز أقولك أن مصر فيها أديها بطول. كان عندنا لاعب بطل يسمه عقل. كان عندنا أمل فيه كبير. إنه هو يتأهل. حال. ظروف يحب لعب اللاعدة قتالية. اللاعب ده تصاب. كان عندنا اللاعب الشباب بتاعه. محمد خليد. كان عندنا كمان اللاعب الآخر. اللي هو اللاعب الـ 75 كيلو. والتصفيات 81. طلعنا الـ 75 و 81. وحافظنا على الثاني. اللاعب الشباب. فجئنا في النهائي عندنا الاثنين من مصر. حاجة كده. انت قاعدة ومفسوط. يعني حاجة تشرف. اتأهل اللاعب ده برضه. في الموازين اللي لم يكن فيها تأهيل. كان عندنا البطل دباوي 67 كيلو جرام. عايز أقول لك البطل دباوي خاصة في البطول العربية. وعايز أقول لك أنه كان طبيعي بالنسبة لي. أنا عايز البطل اللي يكسب. وأنا كرئيس التحاد. وكمدربين في المنتخبات القوامية. كابتن فكسو كتنعب هادي. شدوا عليه بشكل غير عادي. الفرصة أنك تطلع تمثل بلدك أمر صعب. مش أي حد يقدر يمثل البلد دي. وانت المرة الثانية لم تقدر أفضل أداء. الراجل فجئنا بتدريب. بموت نفسه. عايز بيتلوكه طبعا. 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 في البطولة كان مقاطل غير عادي. الحمد لله قدر يبقى برضه بطل أفرق. ده بقى غير. احنا بكلمنا بأربع مدلات بهب. ثلاثة منهم يتأهلوا. عندنا ناس اتظلمت. عندنا لعب أنور. 63 كيلو نوص. طبعا الأمر كان صعب. لأنه في وزن 60 كان هو المؤهل. اتظلم. ولكنه أدى أداء. تحسي أنك متشرفة أن هذا بطل مصري البيع. عدي بقى على كل الأبطال. عندنا ناس تواني. الناس جابت ثالث. لكن كلهم بجد يشرفوا. عندنا منتخب. أمين عامل الاتحاد الدولي. ينزل لي ويقول لي يا كابتن صوبيح. إيه ده؟ أنتوا جهزوا الناس دي إمتى وفيه؟ اتفاجئ. إحنا كنا في المنافسات القديمة. كان منتخب المغرب يتصدر النشهد. إحنا لعبناهم في خمس مواجهات. أربع منهم فوزنا. والخامس تظلمنا. وأريد أقول لك. المفاجأة ليس لبلد. المفاجأة لكل البلاد. كل الكلام من الناس اللي تعرفها السوشال ميديا. وكلنا جايح فيه ناس بتحاربه. الناس لقيت أن مصر مشكلة. ده واقع. لما بيلاعب مصري أي بلد. لما بيلاعب مصري خلاص. ده مكان. اللي جاي العالم. اللي جاي بالنسبة لنا كالتحاد مصري كي بوكسنج العالم. إحنا عايزين نبقى أبطال العالم. خطوة محترمة جدا للعالمية. هتبقى أنت كده جبت سقف الموضوع. نتمنى المشاركة لا تكون مجرد مشاركة. ربما يمكن أن تتكلمني على الأمر. جواكي فيه جزء من الاحتقام. كما شايفوه أننا عايزين يبقى لين. لا هذا عشان عملين يزنوا على الفاصل. ليس أكثر. هذا عظيم. لا يوجد احتقام. نتلع ونرجع عشان نجاوب برحةنا. فاصل ونرجع. حدثنا رس المستمر مع كابتر محمد سبيح. رئيس الاتحاد النسري للكيك بوكسنج. برحب بك مرة كمان. وعندنا ندردش في النص في كزا نقطة. يعني كابتر محمد هيكلمنا عنها. لكن خلينا نبدأ بالإنتهينا عنده. هو الأولمبيات. الأولمبيات إن شاء الله. لاس أنجلس 2028. واللي حضرتك قلتنا أن أنتم نويين تشاركوا فيها. ومش بس هنشارك. إحنا هنشارك. هنكسب. على فكرة أنا. أصلا الحاجات بتفضل موجودة. فمش هتروح دالينك. حيب على اليوتيوب. هنحسب حضرتك عليه بقى وقتها. هنكسب إيه. هنكسب مديات ذهبية. هفكرك بواحدة واحدة. أول ما جيت هنا. قلت لك لعبتنا. هتبقى أفضل لعبة في مصر. هتكون. فتكري يوسجيني. لعبتنا هي الأولى في مصر. هتكون. إن شاء الله. لعبتنا هنخدش جوا كل بيت في مصر. هتكون. كل الكلام اللي قلت. وحنأخذ الأولمبيات الذهبية فيها. موضوع الأولمبيات. موضوع الأولمبيات. ليس بجرد أمل. لا. كيف سنكتهد. لعشرين ثمانية وعشرين. عشان طلع لاعب. يجيب مدينيات ذهبية. لازم نشتغل من مبارح. نحن نشغلون بخطة من أول معرفة. نحن لعبتنا تم الاعتراف بها أولمبيات. لعبتنا دخلت أولمبيات عشرين ثمانية وعشرين. عملنا هذا. خطتنا الأساسية. ليس في المنتخب الأول دلوقتي اللي جاب بطولة أفريقيا ومسافر بطولة العالم وإن شاء الله نعمل نتائج. لا. خطتنا في الولادة اللي عندهم 13 سنة. المنتخب ده هنسميه منتخب مصر الأولمبي من دلوقتي. البطل عارفة وإنما يأبنك الصغير. أنت الدكتور. أنت المهندس. أنت بطل الأولمبيات. هيتقلو كده من دلوقتي. وهيجهز لكده. أنت اللي مفروض تكسب كل العالم. عقليته والمينتريته هو عقله. في عقليته. في عقلية المدربين. وفي خطة الإعداد. وفي خطة التجهيز. بالإمكانيات المتاحة. وإن شاء الله نطلع أبطال أولمبيين. أريد أن أقول لك. لعبتنا. ليس محتاجة تكليف كثير. لعبتنا. لعبة قتالية. محتاجة حد مؤمن بالقضية. مؤمن أن يقدر يعمل. ويجيب ناس انتقاء صحيح. ليس مبني على وسطة. ولا مبني على أي أفكار غير. أن هذا الانتقاء رياضي صحيح. هؤلاء عناصر الأكفى لتمثيل مصر. والأمر يبدأ من أنه عنده. في السنة الآن. بالنسبة لي. الولد 12 و13 و14 و15 و16. في السنة. سنشتغل عليه بكل قوة. وبكل جهد. سنفعله احتكاكات كثيرة. لأن هذا البطل. الذي يخرج منه بطل أولمبي. وليس أريد أن يخرج منه بطل أولمبي. حلم يهو. سجلهو لي. أو تسجل. المنتخب الأول. المنتخب الأول في المدليات الزهبية المصر. في 20-28. سنقوم بوعد كل مسؤولين الرياضة في مصر. سنقوم بوعد كل الشعب المصري. المنتخب الأول. الذي سيعمل أعلى نتائج. لو ربنا كتب لها الحياة. وستطيع أن نمشي بخطتنا هذه. أكبر مدليات ذهب. في تاريخ مصر. ستأتي في الوقت هذا. إن شاء الله. نحن نتمنى. أبو هزر سأقول لك. سنسجل. ليس سنسجل. وليس نيل الأمنيات بالتمنى. ولكن بالعمل والدقوب. نحن نشتك. ربنا يوفاكم إن شاء الله كابتن محمد. من الحاجات التي تكلمنا فيها مع بعض في الفاصل. كابتن محمد. وتكلم معنا قبل كده من سنة لما نورنا في عشر الصبح. كان يريد أن يكون هناك برنامج لكيك بوكسنج. فكرة حلوة. لكن دعونا نعرف منك أكثر. سأقول لك. الكيك بوكسنج في العالم. ليس لديه برنامج. ليه قنوات كاملة أجنبية للكيك بوكسنج. تصبح الصبح من الصبح. ليه كيك بوكسنج؟ لن نصل للمسا. ولكن لو عملنا مع كل رياضة كده. ليس كل رياضة. رياضاتنا مختلفة. ليه مختلفة؟ الكيك بوكسنج فيه عمل احترافي. فيه مباريات احترافية. حياتك تتفرج زمان كان فيه في العالم. ولكنك محترفين. وقبل البطل. محمد عليك لي. تايسون. صح. دلوقتي في العالم فيه كيك بوكسنج. الكيك بوكسنج. بيتعمله أحداث احترافية. بتبقى ستوري. قصة لللاعبين والأبطال. برتبط بيهم وبترخهم. وطريقة تدربهم. طريقة تعدادهم. عشان يخش المنافس. اللي بيفوز فيها ويخسر فيها الناس. الناس دي المسافة دي من إعداده. لحد البطولة دي حياة. احنا عايزين نعمل برنامج متخصص في ذلك. مش بس يعبر عن الاتحاد. ويعبر عن لعبة الاتحاد. لا. يعبر عن قصة المعاناة. اللي بيعنيها البطل. لحد ما يوصل. لمستوى البطولة ده. بصري. بصري. بشوفي لعبة لعبة الكورة. الوقت بتصوره ويعمله زينا. صحيح. القتال أصله طالع من عندنا. نحن القتال. ونحن أربابه. وإن شاء الله نحن. يا ربنا يوفقكو يا كابتن محمد. بجد. وانا متفقلة بحضرتك بوجودك برده. هناك روح حلوة. حلوة. حلوة في إسرار. وإسرار ده بيكون ورا شغلة. فربنا يوفقكو إن شاء الله. أنا وارتين. لأسف الوقت بيجري. أنا مش عارف. بلغوني برده. بلغوني برده. لديه خطة صغيرة. نقطتين. أتفقد. إحنا إن شاء الله. عملنا طريقة. لتأهيل الأبطال. قسمنا الأبطال في كل مستوى. بعد أن العادات كبرة قوي. قسمنا الأبطال بالشكل التالي. مستوى C و B و A للعيبة. الولد اللي بيلعب بقاله شهر أو ثلاث شهور أو سنة. مش هيلعب مع اللي بقاله ثلاث سنين. ده C. المستوى ال B. فترة أكبر. مستوى أي فترة أكبر ده. بيخلي فيه تكافؤ في الفرص. وفي المنافسة. يعني فيه تكافؤ مناسب في المنافسة. الموضوع الثاني اللي بقاءنا نفعله في مصر. وبنعلانه إن شاء الله مصر كله. الاحتراف. الحمد لله. لدينا خطة عمل كاملة. بتتعرض الفترة دي على وزير شابو بريالة. 10 في صبح. إن شاء الله الاحتراف في مصر. بشكل شهري. في أحناس احترافية في كل مصر. الناس هتشوف في الاحتراف ده. إن شاء الله بنتفق مع منظمات احترافية. إنها يتفتح أماكن. زي ما الناس بتروح تفرج على السينما. تروح تفرج على السينما. يريت والله. الكيك بوكسنج براند. الكيك بوكسنج رقم واحد. الكيك بوكسنج منتشر في كل الأربع. كيف يريد دراسة وعيز سبونسور. وعيز شغل. وماركتنج. كل موجود. فيه حدث أخير. بنعلن عنه حدث كحادث احتراف كبير. إن شاء الله يتعامل أربعتاشر عشرة. فساد القيارة صلقة واحد. بنحزم الشعب المصري كله عليها. إن شاء الله يتزاق على أكبر القناة المصرية. إحنا في خطة عمل كاملة. عشان الكيك بوكسنج رقم واحد. هو رقم واحد. في كل الألعاب النزالات. يريد. والله يريد دا يتحقق على الأرض. إن شاء الله. شكرا جدا. نورتنا. وحبقى أزبط بقى ما حضرتك. بقى لنا سنة بنقول حبقى يلعب معكم. حاجة. حاجة. هكيب هنيجي. بشكر حضراتك ومتابعتنا الفقرة دي. هنروح فاصل. نرجع لآخر فقرة. هتكون معنا دكتور يام الحياوي. هنتكلم برضو عن ملف مهم. هو ملف التغذية. وإزاي الواحد يخص بس بطريقة سليمة. فاصل. نرجع نكمل. مرحبا حضراتكو في الفقرة الأخيرة. ومن ورانا دكتور يام الحياوي. خصائي التغذية العلاجية. وعايز أقولك هي بتيجي بدري جدا. لا لازم منقل. ده فيه التزام رائع كل مرة. يعني بلاقيها قاعدة جنبي. بتيجي الساعة تمانية. وتعطي عمل شعرها وتجهز. لا يعني صباح الفل. وإن الالتزام ده. لازم منقل الصورة. لازم منقل الصورة. عشان يعرفوا ان انا كدوا في الحقيقة. انا ناشيطة وراح الجنة. لو فيه التزام. وعايزين بقى النهاردة طبعا هنتكلم عن السمنة عند الأطفال. بس برضو ملتزمة بفكرة هنا الأكل السليم والصحي. يعني برضو في حياتك العادية كده. هقولك بقى نقطة من انك اتكلمت على لايف ستايل. وان دكتور يهم ناشيطة بجد. وبتروح الجنة قبل ما تيجي. هو انا ده اللي انا بحاول دايما نتكلم فيه انا هواند. ان احنا انا ضد الدايت. على فكرة انا باكل كل حاجة. وبعمل يوم فري. بجرب فيه الحاجة للنفسي فيها. وبحب اجرب أكلات جديدة. وانا بابوخ حلوة قوي. وبحب اعمل حاجات جديدة. فلازم نعيش حياة طبيعية. نجرب كل الأكل لنأكل كل حاجة. بس بكميات معقولة. في يوم معين وجبة يا جماعة. مش كل الحياة فري هي وجبة في اليوم. اكل فيها حاجة نفسي فيها. وجبة في اليوم ممكن. بالزبط كده. اكون عام ناس يوم متقطع. فدي ساعدني. انا شخص بيأكل كتير قوي. ما عنديش مشكلة. انت مش قادرة تسيطري. انت سنك في سن شباب. او اطفال زي ما احنا نتكلم النهار ده نهوان. فانت في سن صعب تحرمي نفسك. صعب تقولي لابنك. او الشابة بتخرج مع صاحباتها. جامعة قاعدة في شغلها. بتطلب ديليفري. احرمي نفسك. وكوني مختلف عن البقين. ده شيء صعب جدا. ده تحدي. خلي بالك. انا بقابله في شغلي دايما. ان انت تمنعي شخص من الحياة الطبيعية. لان الأكل متعة. والحياة اللي احنا عايشينها صعبة تمنعي فيها. والثقافة عندنا كده. يعني احنا مش في مجتمع اصلا. الليف ستايل فيه. ان هو الأكل السليم. يعني انا حتى لو انا عايزة امشي صح. اجي هنا. لقي ناس ها فول ها طعمية. كريم يقولك ها مش عارفة هامبرجر. فانا جيت حاولت التزم فترة. بجد احنا بنتأثر بالبيئة اللي بنعيش فيها. فمش قادر خلاص. ببقيت اكل معاهم. احنا ثقافتنا كده. فالتشالنج فيها اعلى بكتير. بالضبط كده. وخصوصا لو هنتكلم تحديدا عن طابق النهاردة. وموضوعنا السمن عند الاطفال. الاسف الشديد. بنشوف اوقات في النادي. بنشوف عماتا في معارفنا في قريبنا. فيه تلاقي طفلة او اتنين او اكتر. لا تخن اوبيس يعني. اللي هو انت قلبك يوجعك على الطفلة. دمما لما يكبر هيعمل ايه. والامراض اللي هتجيله ايه. فملف مهم جدا. خلينا بقى نتكلم كده. اصلا اسباب السمنة عند الاطفال ايه كبداية. لو حنيبعد عن فكرة الوراثة. اسباب السمنة بسيطة جدا جدا جدا. وهي عدم القدرة على منع الطفل. من الحاجات اللي متاحة ليه. وانتي استا بتقولي انا هو اند النادي. النادي احنا بدلاتي نسبتها تابعها. النادي حلوة لو واحش فتح فيه. برانشات مطعم. بالضبط كده كافيتريت ايه مطعم ايه جانج فود. مشهور عندنا فتح في النادي يا جماعة. فالنادي كده جميل. تخيلي فاحنا ربطين حتى الجزء الرياضي. في حياة الولاد. ان احنا بنخدهم كمتنفس يتحركوا. ويطلعوا طاقة ويحرقوا سعرات. ان هما يعوضوا لناقص. يا دكتور ريحام احنا حياتنا كلها مرتبطة بالاكل. يعني احنا بنقيس مدى جدارة. او الميزة في الحاجة من الاكل. لما انت تروح مطعم. او قتال حتقوله المطعم فيه حلوة. النادي تقول مطعم اللي تفتحت كويسة. هتتجوز هي الست بتعرف تطبخ. بالضبط. مواضيع بقت غريبة. في النادي. لان احنا رايحين نعوض فيه المشكلة اللي عندنا. طب الحل ايان هوند. انا لوتي عندي مشكلة. اي ام بتتفرج علينا دلوقتي. عندها طفل. في سن لسه بيكبر عشر سنين. ورايح لسن المراهقة. وسن اللي هو نفسيتي. والامج بتاع جسمي شكل جسمي فارق معي. خلي بالك انا بيجيلي حالات كتير جدا يان هوند. الطفل معقد فعلا. نفسيا بسبب اني مش قادر امارس رياضة كرة القدم. اللي هي محببة الاقل بجميع الاطفال الولاد طبعا. وانا كنت برد والبنات. ده مؤخرا بقى فيه فرق بنات لطيفة جدا. في النوادي. وانا بحبها كرياضة فعلا. بس بتكلم على من قديم الازل. ان اي طفل بيكبر. على ممارسة كرة القدم. وحلمه لعب كرة رياضي معين. انا عايز يبقى زيه فده الحلم. في المثلين الطفل ده عنده عشرين كيلو زيادة يان هوند على ركب. وهو اصلا طوله صغير. فممنوع من هو يروح يمارس ويتمرن في اي اكاديمي. كرة قدم او يلعب في اي منطقة. ده غير التنمر اللي بيحصل عليه. بالضبط كده. بالضبط فعلا عندنا مشكلة كبيرة. انا بقى بحس بالسعادة الرهيبة. وانا انا عملت نجاح كطبيبة. في الحتة دي لما بقدم انا وشركة بايو ناترل. حلول مختلفة ومتنوعة بمنتجات مختلفة. كلها طبعا امنة 100%. انا هوندو دي نقطة مهمة جدا. لانها يفعش اتكلم عن حاجة غير وهي امنة. على اولادنا. وعلى اهلينا الكبار في السن. وعلي انا كسيدة حامل برادة. اي شخص. فبايو ناترل متميزة في الحتة دي. انها بتقدم يعني عدد كبير جدا من المنتجات المرخصة. اللي تناسب كل فئة عمرية وكل حد عنده مشاكل صحية. طب احنا عملنا ايه للطفل اللي هو من اول سن 13 سنة. ان انا بقدم له حل سحري وبسيط. انا مش همنع ابنك او بنتك. ان هو ياكل او انت شخصيا على فكرة تقدري تشجعيهم كام. ان انت تعملي ده وده هنعروضه النهاردة ان شاء الله في الحالة هحكي لك قصتها. ان الام بيقاليها دور كبير جدا يا هوند. ان هي تبدأ خطوة الحماس للطفل. او حتى لو بنتها كبيرة ان هي تشجعها. انا جبت بيستا وهو منتج العالي بالالياف. اللي هي ردة الامح والشفان وكشور السليم. والبيستا بقى اللي هو بنقدمه شركة بايو ناترل دوره ايه. ان انت ابنك قبل اي وجبة. هتخلي ياكل الوجبة اللي هو عايز. هيروح النادي عادي جدا وبياكل حاجة في النادي السيبية كلها. مش هتمنعيه. لكن انت هتشربيه ساشة او كيس على كباية من المياه. قبل اي وجبة بنصف ساعة. هياخده ثلاث مرات في اليوم. صدقيني اي اكل كان بياكله هو اوتوماتيك وشيقدر يأكل اكتر من نصف. وبطريقة امنة وبسيطة جدا وسهلة. ما عملناش اي مشاكل صحية للطفل ده. وفي نفس الوقت مؤتلوش انت ممنوع كطفل زي اقرانك من الاطفال ان انت تاكل زيهم. بس هو ما بقاش قادر. النقطة الحلوة في بيستا. ان معظم الادوية او الحاجات اللي زي كده اللي بتساعد على التخصيص. بتلعب على المخ. يعني خلايا المخ. فالناس كتير تخاف. تقول لك لا 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 انا لا يمكن. فاحنا هنا بنأكد ان بيستا مالوش اي علاقة بالقصة دي. خالص خالص. احنا بنتكلم يا نهواند في حاجتين. اوضحهم بمنتهى البساطة. باننا بنخاطب الامهات دلوقتي. لها اكيد كل هدفها في الحياة. انولاد يبقوا في صحة جيدة. وانهم يبقوا احسن نفسيا. واحسن رياضيا وكل شيء. البيستا عبارة عن ايه. وهو دايما عايز اقول ان احنا بايوناتر. ما بنقدمش حاجة غير بعد ما كان عليها ابحاث كتير جدا. وتكون مرخصة من وزارة الصحة. طب انتي بتقدمي لي ايه يا داكتر النهاردة. وبتقدمي حل ايه علاج لاولادي. الياف مجموعة من الالياف. علية الجودة. ليه تشتغل على سد الشهية ازاي. ان انا باملى حجم المعدة. فالمكان اللي بقي للأكل بقى صغير جدا. ده اول حاجة. التانية. ان انا عندي الكروميوم وفايتامين سي. والكارنتين. دول دورهم ايه يا نهواند بمنتهى البساطة. بيحفزوا افراز الانسولين. وبيقللوا امتصاص النشويات اللي في الوجبة. فحتى لو ابنك هيكل رغيف البلدي. اللي هو العادي اللي كان بياكله. او هو كان بياكل رغيفين. بيستخلى بياكل رغيف واحد. قللت امتصاص النشويات من الرغيف ده. فحتى الكم اللي دخل جسمي امتصيته بقل. طب يا دكتور في نقطة مهمة. انا عايزة اقولها انهواند مهمة جدا. بتشغل بال اي ام. طب يا دكتور انت قللت امتصاص الفوايد. ده طفل ده بيكبر. لسه بينمو في مرحلة نموه وجسمه بيكبر. انت كده الامتصاص القليل ده مش هيدر ابني في النمو. وانا امه وقال انا. لا ما تقلقيش خالص. ليه بقى. زي ما قلت بتبقى حريصة تقدم العلاج والمنظومة كاملة متكاملة. فانا بقدم بيستا اللي هو هيملى معدتي مش بس كده. وقلب مالتي فيتو ده مالتي فيتامين. فيه كل العناصر يا نهواند اللي جسمنا محتاجة. بسوعة متن انا مش بحرم الولد من اكل سليم او صحي. هو انا بقلل اكله الغير الصحي. بالظبط. اصلا. اللي هو اخلاي يبقى بالوزن ده. بالظبط عقليات للأسف يا نهواند انت تتكلمي من منطلق تفكرنا احنا. فيه امهات بتيجي لما تديها ورق الضايت صحية جدا جدا. تقولي يا دكتور الورد هيكل كده بس. ده كان بيكل اضعاف ده. انت جايبه عشان في العيادة. او بتكلمي الفريق بايو ناترل. اللي هو عدد كبير جدا من اخصائيين التغذية اللي بيتابعوا. دي نقطة عايز اقولها نهواند مهمة جدا جدا. متابعتنا مهمة. احنا عندنا في بايو ناترل فريق كبير جدا من اخصائيين التغذية. بيتابع معاك الحالة اسبوعيا. ولو عندنا اي مشاكل صحية. بيعرف كل الهيستري او تاريخ بتاعنا. وبيقول لنا ايه الكورس او ايه المنتجات المناسبة لنا. اللي تصلح لنا كحالة. فدي نقطة برضو مهمة جدا. بتطمنك كأم ان انت في حد رقيب على ابنك. شايف ايه اللي بيحصل فيه. لانه بقى صعب قوي انهواند. دلوقتي ان احنا ننزل ونركب العربية. ونروح لدكتور بعيد. وندفع كاشف. حاجات بقت كتيرة. انا من الناس دي انا من الناس. عشان اروح دكتور لازم ببقى فيه. مش يعني وصلت لل. بزق وحكز وطوالي في دور طويل. يعني عارفة الموضوع مش بينش. بالثلاثة لكن. كانت كلا في عيني. بقى لي فترة. لما ببقيتش خالص عارفة افتحها. قمت راح. خلاص لو الموضوع بيوصل للتأس. ايو اللي حقيقة عايز اقولك كلنا هذا الرجل. يعني انا دكتورة وبشتغل في مستشفين كتير. عشان اروح اكشف عند دكتور الزميل. بالنسبة لي حاجة تقيلة جدا. لازم يكون مرحلة متأخرة. فالضغوطات كلنا بنجري في الحياة. فانتي عندك اوديهم التمرين في النادي. ولا اخدوا وريد دكتور دايت. لا انا اودي التمرين اسهلي. وخلاص في الروتين بتاعي بتاعي. بتاعي حياتي. فانتي بمنتهى البساطة. باتصال مع فريق كبير. مع بايو ناترل. هيوفلك الكورس المناسب للحالة. والارقام دي يعني الحريك بتقولي عليها. الارقام والصفحة دي شركة بايو ناترل. اللي بتوفر بيستا. وطبعا كورسات تانية كتير جدا. على حسب كل حالة. بس احنا بنتكلم النهاردة على بيستا. اللي هو مناسب لاطفال كتير جدا. من اول سن 13 سنة. حلو جدا. يبقى ممكن حضرتك تاخد المنتج. وتتابع كمان مع اخصائي. ولو في اي مشكلة كلها حاجة بالتليفون. شركة بايو ناترلز عندها بيج. أو حتى على الارقام دي. خلال نروح نتابع. لان انا بحب دايما يبقى فيه كيس. يعني واقعية على الارض. نتابع حالة ايا. وهي جربت بيستا. نعرف حصل ايه بالزبط معها. وفي مدة قد ايه. ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا. وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي ايا عاطف رجب. عمري 26 سنة. كنت 85. وبقيت 65. الموضوع كان صعب معي جدا. في الحركة. كنت مش بقدر امشي. رجلي كان الوزن تقيل عليها. ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس. اللبس. كان صعب جدا. ما كنتش بعرف البس في سنة خالص. كنت حسن انا بلبس لبس اماما. موضوع كان صعب اوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة. ثلاث واجبات في اليوم. قبلها كنت بشرة بالكباية. لا طعمه ما كانش فيه اي مشكلة خالص. بالعكس وهو طعم التفاح. فكان لذيذ يعني. ما كانش عندي اي حرمان من الاكل. كنت باكل عادي كل حاجة. بس هو اصلا كان بيسد الشهية. كنت باكل اي حاجة بس قليل يعني. واجبات قليل. مبسوطة جدا. الحركة بتاعتي بقت خفيفة. بقيت قادرة ان انا امشي بروحتي. بقيت ألبس اللبس اللي انا عايزي. بنصح اي حد عايزي يخس في وقت قصير. وبشكل صحي ان هو يستخدم بسه. حلو جدا الواحد يسمع برضو. وبنفسه كده البني ادم طالع وبيحكي التجربة. بس فيه ناس تاني ممكن تقولك انا خايفة ان ده. برضو امهات انت عارفة بيقلق. ممكن حد يقول انا خايفة ان ده يؤثر على ابني في التركيز. او ان مثلا عدم الالتزام ان انا مش هقدر برضو. انت عارفة سن الصغير. ما بقاش فيه التزام. فردودك ايه على الحاجات اللي زي كده. خليني انا هون بقى ابدأ بس من عند اية. عشان اية هي مثال اللي احنا بنتكلم فيه. حتى واحدة سنها كبير. خلي بالك اية 26 سنة. انت بتتكلمي بقى من الطفل كمان هو اصعب. فدي مفوت كبيرة. احنا بنتكلم طفل من 13 سنة. اه من 13 سنة. فانا انا دلوقتي بتتكلم بقى حواريكي مثال. 26 سنة اللي هو مش هيفرق كتير عن 13 سنة. اية بنوتها كبيرة مش صغيرة. يعني خلصت جامعة. وكانت ابتدت رحلتها في ان هي بتعمل انترفيوهات. وتدور على شغل المناسب لها. وكانت بتلاقي رفض كبير جدا جدا. ودي شكوت مومتها لما اتصلت بالتيم بتاع بايو ناترل. في التليفون كان هدفها كالتالي. انا بنتي في سن عندها مشاكل دلوقتي نفسية. ان هي في الانترفيوهات عشان تشتغل. بتلاقي صعوبة جمدة جدا. فانا عايزة حل. وهي مش قادرة تعمل كنترول على الشهية بتاعتها. ولا توقف اكل. يعني ما بيخدوهاش في الشغل علشان. بالضبط مظهرها ومش مناسب. هي بنت امورة جدا وظريفة. بس للأسف الوزن الزايد انت عارفها. يعني الوقت يبقى الامج والشك واللبس. لازم يكون مناسب. لان ده شخص بيمثل المكان ده. فللأسف بيبقى في رفض سبب نتيجة زيارة الوزن. وحصلت عندي كتير عايز اقولك في الشغل في المستشفى. شهيتها تفتحت اكتر. فبعد ما كانت بتاكل اكس بقى بتاكل اتنين اكس يا نهوان. فالأمة متصلة اعمل اي يا دكتور. بتكلم الفريق وحولوها لي. عايز حل. فانا قلت لها الحل البسيط جدا. ان انا هديكي انتي الكورس بيستا. هتمشي على النظام. وهتشوفي ان هي مش هتحس ان هي محرومة انتي ماما هما وجودة في البيت. عاملة الاكل العادي جدا. انتي ما تحرمتيش وخسيتي. وفعلا بعد شهر بالضبط. البنوتة قررت ان هي هتبدأ. لانها لقيت نتيجة رائعة جدا. وإيجابية مع مامتها. فاتشجعت لده. وكملوا مع بعض. عايز اقولك بقى لهم. ما شاء الله. في مرحلة التسبيت ست شهور. بيقولوا لي يا دكتور احنا بنزدش حتى كيلو. يعني احنا من كتر ما ثبتنا وخصينا بطريقة صحية. وتعودنا على كميات الاكل القليلة. احنا بنزدش. فهي آية. مثال لبنوتة كبيرة مش صغيرة. ما تكلش بيتزا في النادي. ما تكلش كيك في النادي. ما تكلش الجانج فود ده كله. انت هتدي له بيستا. اللي هو طعم قردي لطيف. طفاح اخدر. في كوباية قبل واجبة الفطار. وهو نازل المدرسة قبل واجبة الغداء. بالليل. فهتلاقي النتيجة دي ان شاء الله. على طول بمنتهى السهولة. لان برضو في امهات كتير. اكيد جات لك حاجات زي كده. او حالات زي كده. بيشتكوا ان احنا كلنا احنا اطفال. احنا كلنا احنا كلنا. من الحال اللي هي الحاجات السكر. الحاجات الحلوة. الحاجات زي كده. فدي برضو كنوات او يعني. مش هتقدرت تكونترولت مع الاطفال تحديدا. فمقدرش برضو في امهات. ما تقدرش تحرم ابنها قوي. يعني ما عليش. انا اللي فهمتو ان بيستا بتاخد قبل الوجبة. طب انا ابني عايز يأكل حاجة في النص. الشوكولاتاية بتاع حاجات زي كده. ياكلها. ما تمنعيش ابنك. بس مش هتديله بيستا بقى قبلها. لا هقولك بقى انتي دلوقتي. واخد حاجة مالية بطنك. على فكرة بس عايز اوضح المنظومة. بيستا بيعمل بلونة يا نهوان. بلون. دي مش بتروح على طول. يعني بتفضل معي من الوجبة الثانية هي مكملة. حجمها عمال يكبر لاخر اليوم. فهو قرادي لو كان بيقدر ياكل يا نهوان ثلاث واجبات. ومش يقدر ياكل غير وجبتين. دي معلومة عايز اكدها لك. فهي بلون بتاخد ساعدة ساعدة طويل جدا لغاية لما تتفتت وتنزل معانا. فبالعكس بتسهل كمان حركة الهضم والمشاكل دي كلها. كتوفين في رمضان. رمضان الجاي بقى نستعجي كده. يعني بيستا ده ممكن بجد انه هو هو لما اخده على الفطار. قاعد لغاية السحور ما بقولش. مش عايزة تاكلتها دي كوباية زبادي وخلاص. ولو خدتوا على السحور ممكن اني ما يجوعنيش الصفح. بالضبط كده. الدنيا فعلا اهدا معيك شعور الجوع هيكون اقل كتير. حاجة تانية مهمة جدا انه هوان. انا قلتلك ما تمنعيش ابنك او بنتك. احنا مش عايزين المنع. احنا عارفين نمنع نفسنا. لان على فكرة احنا ممكن ناكل اي تشاكلت. اي حاجة بكميات معقولة. يعني خلي بالك التشاكلت. ميت صغر حراري وفيه بار فيه 300 صغر حراري. حتى البر الصحي على فكرة. يعني احنا مش لازم ناكل حاجات اللي هي بايز داركت شوكلت. انا مش عايزة كتاكلة ولا هالسي ولا داركت. هاتي الشوكولاتة العادية جدا. اللي هي فيها ميت صغر حراري. ميت صغر حراري ولا اي حاجة. بولت ايس كريم يا هوند. من غير سوسات ومكسرات والحاجات دي كلها. فيها ميت صغر حراري. صغيرة اللي قد كده. لا مش قد كده انا هوند. حرامو عليك يديكو الكساب. انت اللي اختيها من وجبات. والله عظيم اللي بيحصل فينا. لا 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 لا. نحن 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 نحو الأطفال بالسناك بولد الايس كريم. طيب هايل جدا. بس بوقتي بيجري خفضل دقتين مع دكتور ريهام خلاص. لكن برضو هستغل وجودك معنا. للرد على بعض الهواجس الممكن. تكون موجودة من الأباء. تجاه فكرة بولدهم ياخدوا حاجات زي كده. لان ممكن يقولك طيب تاني. لو انا مش عايز اخد مالتي فيتامين مع بيستا. هل اوكي ولا مش اوكي. وهل هو اساسي ان انا لو ما عملتش كده. حيبقى في مشكلة لابني. يعني برضو نرد على الحاجات زي. حلوة قوي. احنا في اصحة حاجة نعملها. اصحة حاجة نعملها ايه. ان انا قدي الجسمي كل احتياجاته اليومية. من مالتي فيتامين ده صح. ده مش رفاهية. فخلينا نتفق عشان كده الشركة بايو ناترل. مش هقول تفرد عليك ده. بس عارفين ايه الصح اللي محدش بيقوله لك. فاحنا قررنا نعمله لك كروتين حياة. دي اول حاجة. طب يا دكتور انا مش عايز اخد مالتي فيتامين. يعني هو قرس واحد يوميا. انا مش عاملالك عايبقى كبير. انا مش عايز اخد مالتي فيتامين. بيستا في حد ذاته هو الياف طبيعية. الياف يا جماعة بتعمل ايه بتنظم الهضم. وبتحسن انتصاص الفوائد اللي في الاكل. طب ايه اللي بيقلل عشان اوضح كلامي. انا حسنت امتصاص الفوائد. قللت امتصاص النشويات. اللي هو موجود في ايه بالكروميوم. فانا عندي مادة قللت المادة الضارة اللي انا مش عايزها. او اللي انا عايز اقلل منها. وهي النشويات عشان سعراتي تكون اقل. وفي نفس الوقت انا عندي الياف. حسنت امتصاص الفوائد. فانا ما عنديش مشكلة معه. لو انا ام شطورة حلوة جميلة كده. وعيه. اقدم الحاجات اللي فيها فوائد. يعني ابني عايز يأكل شوكولت قدمي له شوكولت. بس حتي جنبها صمرت فاك تفحية. قولي له لو كانت التفحية هتديك الشوكولت. سدقيني هيكل التفاحة وبطنه تتملي. وهيكل الشوكولت وهيبقى مبسوط وخد الفايدة. وفي نفس الوقت. وعندوش الكريفة للحلوية. حلو جدا استفدت جدا. واكيد دعا السادة المتابعين برضو استفدت. وشكرك جدا دكتور رهام الحياوي. واستشاري التغذية العلاجية نورتينا. بشكو حالاتكم على متابعتنا بكرة. ان شاء الله هيتجدد اللقاء. وكريم بقى حينضم لينا. وحلقة جديدة وعشرة صفر في الاهلي. مع السلامة.